اشتركوا في القناة ما بتعامل مع دواء ما بتعامل مع علاج لمرض اخذ المنتجات وتوقيفها قبل هيك انا تعرض لهذا السؤال كتير وحتى المهندس ناجي سألني وبعت اجابة مكتوبة مفصلة الجسم بيكون احيانا بلش ياخد المنتجات وبيكون متراكم فيه سموم تتفاوت الاجسام بكمية السموم متراكمة بالحالة الصحية بايش مرأ عليها بهالسنوات الماضية بتكون المنتجات بلشت تشتغل عمل هالي هالي احنا حكيناها تغذية وتنقية انا اختصرت كل الموضوع بكلمتين اذا منفهمهم نتعامل معهم مع انفسنا ومع الاخرين تحت هدول الكلمتين رح نرتاحك كلياتنا فمنقول انه تغذية وتنقية هلأ الجسم قاعد عم بنقي نفسه من السموم عم بيعيد نظامه عم بيعيد توازنه عم بتغذب اللي بحتاجه باجي انا فجأة وقفت المنتجات طب انا لسه دورة الجسم والصول للتوازن لسه ما تم يعني فيه احيانا احنا بالجانوثيرابي اللي هو علم التداوي بالجانوذيرما على اساس انه هو غذاء سوبر بيحفز التشافي الذاتي في الجسم التشافي لسه ما تم ممكن ياخد لحد سنة ونص لسنتين وحيانا ثلاثة حسب الاجسام انا لما بوقف السايكل بسموها هاي السايكل التشافي اللي هي دورة التشافي الذاتي انا اطعت على حالي الفائدة اممكن بعض الناس تشعر باعراض الاعراض ان السموم هاي طلعت من الخلايا عم تطلع من الخلايا عم تنتشر في الجسم لكن لساتها ما عم تتصرف صح لسه الخلايا ما عادت بناء نفسها لسه ما وصل الجسم لحالة حال الامثل من حيث التكوين من حيث الوظيفة لا طبعا الغذاء عمره ما تعرض مع الدواء لانه غذاء لو انه منحكي دوين منقول عن تفاعلات يعني تفاعلات بسموها كونترا انديكيشن انه انا ما بسير اعطي هذا الدواء مع هذا الدواء لكن الاغذية وبشكل عام عم نحكي لمعظم الاجسام دائما فيه تعميم ودائما فيه استثناءات لانه دائما منحكي انه هاي اغذية والاغذية حتى الادوية بنقول الاغذية لانها اغذية تختلف الاستجابة بالجسم لا حتى الادوية تختلف استجابة الجسم لهيك احنا منروع على دكتور بيعطينا دواء معين وبنرجع وقولنا يلا شوف جرب هالاسبوعين ما زبط معك تعال بغير لك الدواء سبحان الله فدائما اختلاف الاجسام هو اللي بيفرض علينا ايش نتعامل مع الغذاء او الدواء لكن نرجع من لسؤالك انه الاغذية اجمالا ما بتتعارض مع الادوية ما في اي تعارض وانا دائما بفضل انه ناخد الغذاء بوقت لانه هذا غذاء كمان يعني كامل وسوبر ناخده بوقت وخلي دوانه بوقت ما في داعي اني اخلطهم مع بعض اصلا انا عشان المعدة تتهيأ لغذاء مركز انا بحس انه يعني لازم تكون بعيدة عن الطعام وبعيدة عن الدواء واشرب معها كمية ماء يعني كافية في ناس لأ بتحب تاخدها مع الاكل بعد الاكل مع الدواء بتذكر ادويته وبياخد كمان الاغذية خلي اجسامكم هي طبيبكم وهي دليلكم ما حدا يملي عليكم خد قبل خد بعد بتعارض ما بتعارض الجسم رح تسمعي صوت نتيجة تناولك للاغذية باستجابته لإليك هو رح يحكي لك انا مرتاح انا مش مرتاح انا مرتاح انا مش مرتاحة اسموا على صوت اجسامكم وبناء على يتصرفوا سؤال القولون العصبي وسؤال الامراض انا لا اجيب عليك اسئلة ليه لانه خلص نحنا بدنا نبرمج مخنى انه هاي اغذية وليست ادوية ما بدي احكي اي مرض واقول شو بدي ااخد له قولون عصبي اسمعي التسجيلات مرة اخرى رح تشوفي ان القولون العصبي لما باخد ريشي رح يتنظف قولوني ولما ااخد مورنزي رح يشتغل على القولون وعلى الانزيمات والخمائر ولما ااخد سبيرولينا رح ااخد غذاء كامل ورح ااخد ألياف ورح ااخد بروتين ورح يساعد بالهضم لما ااخد عرف الاسد صديق الجهاز الهضمي وبشتغل على الجهاز الهضمي مع الجهاز العصبي واثنين متداخلين لما ااخد كورديسيبس كمان حسنت الدورة الدموية وحسنت وصول الأكسجين والأغذية للجهاز الهضمي ومن الجهاز الهضمي امتصاصها للخلايا المايكوفيجي خليط من الألياف خليط من الأغذية فلا لا واحدة ولا معه شيء آخر خدي ما تيسر لكي من الأغذية لكن الشرط انك تلتزمي فيها التزمي بالأغذية استمري عليها اجعليها من نظام غذائك اليومي واشرى بمية منيح غيري بنظام حياتك سلسلة من الممارسات الحياتية كلها يعتها بشكل متكامل والقلان العصبي رح يروح حيبطل مع الصب طيب سؤالك يعني حلو ومهمة كتير بالتعامل مع الناس خاصة اللي بيكونوا أصلا هم منسمي متسرسبين ولا متشككين ولا أصلا هم حطين زولتي بخلفية عقليتهم إنه أنا رح يصير معي إشي هدول أصلا بديك تتعامل معهم لسه بحذر أكتر وتهيئيهم تحكي لهم إنه أولا من جانب في العامل النفسي إنه إحنا ما نحط ببالنا إنه أنا هلأ عم باخد شي دواء ولا مادة كيميائية ورح أنظر وأبصر شو رح يصير فيه لا أول شي يروحوا يثقفوا يعني يقرؤوا ثقفوا أنفسهم يتعلموا أكتر يفهموا عن الأغذية وبعدين يبلشوا يتناولوها زي ما حكينا بيحذر ومش حذر لأنه يعني نحذر قاعدين منها لا أصدي يعني بتدريج من حبة شايفي أنا البرنامج اللي حطيته عشان يتناسب مع الكل كل العقليات وفي ناس ما بترد عادي أنا بدي أبلش بثلاث حبات حر هو يعني وشوف جسمه وإذا ارتاح على الموضوع يكمل ما بنقول له لا والله ارجع لحبة خليه يكمل على ثلاثة ويزيد زي ما بده فهي جانب أنه هاي البرمج اللي هو بيكون برمج حاله عليها هلأ بالمقابل احنا عم نحكي أنه أجسامنا مليئة بالسموم مليئة بالسموم الكامنة لأنه نحنا كل يوم متعرضين من أكلنا من ميتنا من الهواء الهواء اللي حوالينا منتنفسه من الأجهزة من الإشعاعات نحنا عمنا سموم نحنا منفكر حالنا الحمد لله ما فيني إشي الله يتم علينا بالصحة الحمد لله الله يتم علينا بالصحة والعافية لكن احنا بحكي عن حالنا يعني زي القنبل الموقوطة يعني اللاتة إشي بيصير معانا اللاتة غذاء سوبر فات على جسمنا ويبلش شوي يعني الجسم يتنفس إنه مشان الله بدي أطلع هالسموم متراكمة السموم متراكمة ما رح تطلع مع الهواء يعني أنا ما رح أنفخ وأتنفس الثاني كسيدي الكربون وحطلح هيتطلع مع السموم السموم إلها منافذ طبيعية ما احنا قلنا من السموم والشوارد الحرة والمواد الضار ملوثة من وين رح تطلع من منافذ الجسم الطبيعية إيش هي منافذ الجسم الطبيعية التعرق أجل لكم الله البول البوراز من الغدد العرقية من الغدد اللينفوية من الجلد يعني جهاز المناعة رح يشتغل فكتير من الناس أكيد رح تطلع أعراض طرد سموم ولما بنحكي أعراض طرد سموم إحنا يعني ما عدينا عم من بس منخدر الناس ومع ليش شو الجسم بس طرد سموم وتحمل لا هو فعلا هيك إلا إذا الإنسان اللي قدامي غير واعي بما فيه الكفاية حابب أنه يبقي على هاي السموم داخل جسمه بنقول له أوكي خلاص يعني إذا أنت مصر ما بدك تكمل وخفته أو أنت يعني عم بتقول أنه هذا الغداء ضرني هاي بيرجع لقناعتك بس أنا بفهمه وبحاول بكل ما وتيت من 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 قوة أني أوصل له المعلومة أنه هاي سمومه تراكمة إذا رح تخليها جوه جسمك رح تدفع التمن غالي فيما بعد بأمراض مزمنة فجأة بصير عنده سرطان لا سمح الله فجأة صار عنده سكر فجأة فجأة هاي فجأة على فكرة غلط ما فيه شي فجأة هذا كله تراكم السنين فاصبر على حالك يومين تلاتة أسبوع ما فيه أكتر من هيك ما فيه الجسم رح يطرح السموم ويبلش يستفيد وبعدين بحكي له متدايق من هاي الكمية نزل الكمية ارتحت على هاي الكمية ارجع ارفع الكمية واشرب مي احنا مشكلتنا ما منشرب مي صدقوني اللي بشرب مي بكمية كافية أصلا في يومه 8 ل 12 كاسة ومع الأغذية المركز الجافة بيشرب مية منيح أكيد طرد السموم رح يكون هين عليه وما رح يحس بهاي التفاعلات ولو صارت يعني رح يتعامل معها بكل بساطة وسامحوني أطلت التسجيل بس أنه هاي نقطة كتير كتير مهمة والكل بشكي منها خصوصا لما منعرف الناس يعني يكونوا مبتدئين معنا أيضا الإجابة لها شقين أول شيء أنا ما بدي أصر على الناس أملي عليهم كيف أنهم ياخدوا الأهوة حبي ياخدها على الريق حبي ياخدها مع الوجبة حبي ياخدها بعد الوجبة عند اللزوم من غير اللزوم مثل ما بده سواء كانت أهوة أو كانت غذاء أو عصير أو أي منتج من المنتجاتنا أو زيت جوز الهند مثلا أي غذاء من الأغذية والمشروبات المتوفرة عندنا لأنها غذاء ومشروبات أغذية وطبيعية وعضوية ذات جودة عالية ياخدها بالوقت اللي بيريحه هلأ مرتا عري ما بصر عليه خلص خدها بوقت تاني مشاكل القرحة ومشاكل المعدة هذا الجانب التاني من الجواب أحيانا ما بيتحمل هو مش متحمل ولا إشي ممكن يكون موضوع يعني جدا مؤلم عنده ففعلا هو مش متحمل حتى لو المنتج طبيعي صحيح إحنا القهوة أقل كمية كفايين ممكنة موجودة فيها وهاي ميزة لأنه هي مشكلة الكفايين هو اللي بيهيج المعدة هو اللي بزيد من الحرقان هو اللي بزيد من الارتجاع هو بزيد من الخفاءان هو بزيد من التوتر العصبي فنحنا مش موجود عندنا الكفايين الفطر الريشي عامل رائع وهي مدعمة بالفطر الريشي لكن أحيانا أحيانا بيكون الفطر الريشي تقيل عليهم هلأ لسه ولو إنه 2% بس المعدة هي الأصل فيها فيها ضرر خلينا نقولهم خدوا مع الأكل خدوا بعد الأكل لحد ما يمروا عليهم وقت شهر واثنين وثلاثة يبلش يشتغل جوه الجسم وبلش إنه يرفع من قدرة الجسم على يعني إنه يتغدى بشكل جيد إنه يتنقى من السموم ترجع وظائفه وترجع لطبيعتها ساعتها هو لحاله رح يصير يجرب وإلا إنه لو أخدها على الرئ ما في مشكلة أخدها بأي وقت ما في مشكلة صحيح كلها أغذية عضوية كلها أغذية سوبر أنا دائما بحكي خدوا ما ما تيسر لكم من الأغذية جربوا الأغذية أنا بقدر أخذ الريشي بأخذ الريشي أنا عندي القدرة فقط أخذ سبيرولينا بأخذ فقط سبيرولينا بدعمها بأخذ ريشي مثلا من خلال القهوة من خلال كوكوزي حابة بس أجرب العصير بجرب العصير الفكرة إنه أنا لما بدي أخذ غذاء خلص بدي أخذ عهد على نفسي إنه أنا بدي أستفيد من هذا الغذاء أنا مش بس بدي أحطه تحت التجربة وأخذه يوم آه عشر ألا أو أخذه بمزاجية لا هذا غذاء سوبر بدي أخذه باستمرارية والأثر جوه الجسم كمان مش كبسة زر الأثر جوه الجسم تراكمي اليوم وبكرة وبعده وشهر واثنين وثلاثة وكون جسم بيختلف أمت رح يبين عليه النتائج فأنا بدي استمرارية حتى لو منتج واحد بدي استمرارية وحسب ما قدرتي والمهم إنه أنا أكون بعقلية إنه أنا إن شاء الله رح أنتفع لأنه أنا مش أول واحد عم بأخذ المنتج فيه 8 مليون غيري و8.5 مليون غيري عم بيأخذوا المنتج هذا المسجلين فكيف غير المسجلين فخدوا ما تيسر لكم من المنتجات داوموا عليها باستمرارية غيروا بنظام حياتكم أنا أهم نقطة بحب أني أركز عليها غيروا نظام حياتكم لا تتوقع أنه هاي المنتجات كمان سحر لا كبسة زر ولا كمان سحر لأنه أنا بدي أضل أخذ سمو وضل حياتي ما شي غلط ونظامها غلط من أكل ونوم وما في رياضة وضغطات وسهر وبعدين بدي أنا المنتج أخذ معلقة منه وبعدين أتخلص من كل المشاكل الصحية اللي عندي لا طبعا مو هيك موسيقى